عمرك ويت الحد في الحقيقة خبتك بالألوان بعد الاغنية دي قلت كتير بقى بقيت كلمة موجودة معانا ومحمد يعني هو برضو صديق كفاح وشاعر جميل بقدم له التحية بقول له كل سنة وطيب محمد من الناس اللي فهميتني جدا في الكتابة هو مش صعيدي بالمرة بل يعني بيكتب كلام قلت له أنا شك فيك هو كلام من قلب الصعيدة قلت رحمة انت عيشت هناك طيب عملت حاجة قال لي لا ما عيشتش والله بس هو شواطر زيادة عن زوم بيقدر ازاي عرف جيبت كلمة من جوة يعني مذاكر يعني حد عارف يفهم روح الصعيدة اه قوي قوي هو بيحبني بيحب الصعيدة في الأموم وعملي مشروع كده مع بعض بنحط في أغاني مش موجودة كتير فحاجة حلوة ان شاء الله هو ليه الغنى الصعيدي قريب من كل المصريين والله أنا مش عارف ما عنديش يعني رد لسؤال حضراتك ده بس يعني بأمانها هو فعلا زي ما انت تقول كده بالذات بس مش امكان عشان ربنا بيحبنا ولا عشان ايه عشان احنا صعيدة مسألا او مسألا يعني لا أقول الله أساديما نعود أفكر يعني حتى لما زمان رأيس متقال الله هرحمه تايش لما الاسم وصيد كبر ولقينا رأيس متقالبي يلف في الدنيا الحمد لله والدنيا كلها قاعدة عمالها بتسمعه ويسقفه والحفلات تبقى بالضربة طيب تفكر طيب اش معنى ايوه يعني مش اش معنى رأيس متقالبي اعم فهمك اش معنى الصعيد هو ربنا سبحانه وتعالى ما بيشور على الانسان اه بيبقى خلاص يعني خلاص يوسف هو يوسف خلاص ربنا اللي عايز كده ام تصدعني والله سبحان الله هم طيبين بقى منع الصعيد يعني بممكن تلاقيه واحد صعيدي سطوع له ويعمل ثورة في المكان بس قلبه طيب من جوة يعني بس خلاص تقوله كلمة زهرة تلاقيه يقدق بالحضن ايوه مش اي حاجة غصب صالح وعملوا حلو يشيلك في عدن يعني ما فيش اكتر من مثلا منطار يعني بيقى في دم بينهم اه ويقعدوا يتكلموا مع بعض بكل صفاء ويحضنوا بعض وخلاص صفية الحكاية قلت قوي القصة اه الحمد لله الحمد لله والشكر اه الحمد لله طبعا يعني ناس بدأ يبقى فيه وعي التعليم برضو الناس لما بتكبر بتفهم اكتر العائلات في الصعيد بدأت تفهم ان ده كده غلط ولا ما نفعش تخد حقك بايدك برضو متكلمين في فكرة زي دي في غنية اه كان في مسلسة كده بس المسلسة ما تزعش يعني هنا زع برة زع برة اه كان تعوصي بايومي فؤاد ومجموعة كده من اخواتنا السعوديين كان بعضو منتكلم عن الصلح وان حد عليه طار واحنا روح لا ما تخدش حقك بايدك لا تخد حقك بس ما تقول لي غنيه هقولك مش موجودة ربنا ما يجيبش طوال وربنا ما يجيبش زع